عشر سنوات مرت ولم تستطع دعاء وأختها الخروج من هذا الباب بسبب المخاوف من الملاحقة القانونية لهن لعدم وجود ما يثبت هويتهن العراقية دعاء وأختها هجرنا والدنا منذ أن كنا حديث الولادة واستشهدت أمنا في عمل إرهابي في عام 2009 تتحدث دعاء بألم وحسرة وما تعانيه من ظروف صعبة أنا وأختي عمر 19 سنة أختي عمرها 17 سنة أي مستمسك إحنا ما عدنا وأمي توفت بعمل إرهابي أبوياني ما عرف بي وين من وعيت للدنيا لي هسا ما أدري بي وين وأريد أي تلين يثبت بين دوان عراقي أنا شنو ذب شنو ذب عمر 19 سنة لا جنسية لا أبد أبوياني ما عرف بي وين دورت عليها دسمنا معاملين دور عليها ماكو يقولون بس مننا شفواها يا ماكو والله إيش كنت دورت رجيت بس مستمسك أريد أطلع جنسية إليها ولغتي ماكو ماكوش يثبت بينه هالي عراقية والله من دالي لا ما أقدر أطلع بالقرآن أبوياني أبوياني شنو ذب صار عمر 19 سنة كوش يمعد أما بتول التي تعاني من مرض مزمن ومعاناة كبيرة بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت عراقيتها تناشد رئاسة الوزراء والجهات المختصة بين هاي معاناتهن التي طالت أمر 17 سنة معادة جنسية أبوي مفقود أمي توافت بعمل أرهابي وأنا مزينة أريد أسوى عملية بربيل ومعادة جنسية مستحلة يعني أطلع هناك واصر صار عشر سنوات إحنا ما نطلع من البيت مستحلة شي لن نتخاف معتنا هوية وناشد رئاسة الوزراء ينتبع على حالتنا ويشوفنا وأي واحد بالحكومة دين يبقى على حالتنا ويساعدنا أنا أختي وازدد ظاهرة مجهولات النسب بعض الحروب وسنوات الحصار والأزمات التي مر بها العراق وفي الوقت عينه تستمر معانتهن والنبذ الاجتماعي لاحقهن طيلة حياتهن بسبب تهميش المحيطين بهن وامتهان كراماتهن اشتركوا في القناة شكرا